اشتركوا في القناة 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 فآخر كم شهر من 2019 قلت لأ أنه أنا بدي يجرب وخليني بدي أنطرق طيب كيف بلشتي بالبداية بجمع المتابعين بعد ما فتحتي الحساب وقررتي أنه خلاص أنا فتحت حسابي وصار ببليك شو الشغلات اللي بلشت تنشرها بنشور وين بروح شو بعمل بنشور الشغلات اللي عن جد العالم هون هلأ في جالية عربية كتير كبيرة موجودة هون باستنبول ما لازم نستهين أبدا بعددها بلاس أنه هي عايشة صلى سنين هون فما عد بدي شغلات معروفة وشغلات اللي بتطلع بالعادة بالإعلانات أو الشغلات اللي كتير سياحية فحبيت صلى تدعو على الشغلات الغير تقليدية أو الشغلات هيك العتيقة يعني الأسحابين البلد اللي بيروحولها أو بيعملوها فمنهم بلشت والعالم طبعا كان فيه لأنه استنبول هي مدينة حلوة ومدينة سياحية وجهة لكتير من العالم برات البلد وحتى للعالم اللي عايشين فيها يعني بيحبوا أنه يكتشفوها أكتر صحيح هلأ أنت ناوية تبقي بس داخل اسطنبول أو ما حواليها ولا ناوية كمان الدوري بداخل تركيا كلياتا بمناطق مختلفة وتتورجي العالم شغلات غير اللي بتطلع على الإعلام أو حتى بالرحلات السياحية اللي تعودوا عليها صحيح هلأ أنا مسبقا كتير كنت أطلع رود تريب سوى وروح لأماكن وزور فنادق هي مو معروفة كتير يعني لدى العالم السياحي يعني بس إجمالا إن شاء الله بدي وثقها حسابي هو مو حساب سياحي هو حساب أنا لتجاربي اللي أنا بنزل فيه أنا لسا ما حولتي لشي محدد إنه ما أخذتي تيار معين إنه أنا مختصة بالأمور السياحية حأمشي هالنساق طور بعدين أو كذا لا لساعدك على مبدأ الشخصي لكن شخصي public مو شخصي خاص جدا شخصي public لكن نوعا ما شخصية عامة شخصية عامة ليش لأنه أنا ما فهم بمجال السياحة ومجال السياحة هو بعيد كل البعد عن شغلي يعني أنا بشتغل بالعقارات فهذا الشيء واحد ما بيوفر لي وقت كتير إنه أنا أتعمق بمجال السياحة أكتر هلأ ممكن تساعدك مسألة العقارات على التنقل لمكانات مختلفة فهي بتساعدك أيضا للوصول ممكن نوع جمهور مختلف يعني أنت فيكي التواكب بها دول الأزواك لكن ما خطر عبالك أبدا إنه تحددي فعليا تاخدي تيار معين هلأ أنت بلشتي على مبدأ شي عام لكن ما عم تفكري بتخصص معين؟ أكيد بفكري بتخصص معين بس المتابعين أصلا هنين بفردوا عليك تخصصات هنين بيتفاعلوا معه وبيحبوها وبتأثر فيها وأنت بتاخدي شوية من اللي بفردوه عليك وبتحاولي تسيسي مع ممادئك ومع أنت توجهاتك والستراتيجية اللي أنت رسمتها لقدام فأنا عم فكر أنه هلأ إن شاء الله لبعدين أنه هي تصير صفحة طبعا دعم يعني شغلي وكمان يضلها هيك الترفيهية لايت العالم يحبوها جمالا يعني ما في أكتر من هيك ألا بالفترة الحالية تمام أنا أتح نشوف هلأ كمان نسمة شو مخططاتها وشو أفكارها لها الموضوع أهلا وسهلا فيك يا نسمة يا هلا فيكم هلا حبيبتي سعد مساكن ومساكن يا رب أنا أسمة بالبداية بدي أعرف أنت شو كنتي عم تشتغلي أو شو كنتي عم تعملي بحياتك قبل ما تبلشي بحسابك بسوشال ميديا بصراحة أنا هون مقيمة بألمانيا تقريبا صلي أربع سنين ومص عدت فترة الأولى بما حتى واحد يقدر يتعلم اللغة يقدر يتعود على البلد هيك بعدها اشتغلت اشتغلت بشركة للسوشال ميديا نشتغل كونتنت مودريتر بالشركة وطبعا أدبعا نشوف أنه فيه كتير محتويات هادفة خطت في بالي هالفكرة طيب تخصصتي أنت بشي لهلأ أولا حق لستك على مبدأ أنه بنقول كل شيء قدامي مثل ما عم تعمل رهف لا حاليا أنا بصراحة أنا بحب فقرة أنه أنا أكون حدا بسافر بسافر مثلا يعني من الدول اللي بقدر سافر عليها وبنقول تجاربي مثلا مثل طريقة السفر لهالدولة قديتك لفة السفرة الأماكن الحلوة اللي ممكن واحد يروح عليها بهالدولة المعينة يعني كتير تجارب ممكن تساعد الناس بهالأصص هاي قديش عندك متابعين لهالأنيسما؟ وقديش تاريب تقريبا بسوشال ميديا؟ أنا بلشت الفكرة برأسي تقريبا من ثلاث شهور أو أربع شهور حاليا يعني حاليا تسعة تلاف تقريبا تسعة تلاف عشر تلاف متابعين يعني عدد متابعين حلو بهذه الفترة القصيرة اعتمدت على حدا مثلا بيساعدك بالموضوع ولا بس أنه فتحتي الصفحة وبلشت تحطي فيها أنت والعالم التاقي لبعض لا لا أنا بصراحة كانت الصفحة تبعي هي صفحة خاصة يعني خاصة فيني وبالعائلة وبالأصدقاء بس قلت لك من كتري ما شفت أنه في يعني مثلا السوشال ميديا لها تأثير كتير كبير عن الناس يعني ممكن تأثر بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية أنا قررت أنه ممكن أنا ساهم في الموضوع أنه قدم محتوى إيجابي بغض النظر عن السياحة كمان أنه مثلا نفرجي الناس أنه ممكن أي صبية سورية نركز عن الموضوع أي صبية سورية أو عربية ممكن تقدر توصل للشيء اللي بتحبه تعمل الشغلات اللي عنده طموح فيها ممكن تسافر ممكن تشتغل ممكن تعمل أي شيء بتحبه يعني حابة توصل هاي الفكرة للناس لأنه التأثير كتير طبيعي على فئة يعني مو طبيعي على فئة المراهقين صحيح والشباب ببداية حياتهم صحيح هلأ أنت ركزت على مسألات السوريات الصدايا السوريات كونه أنت مقيمة بألمانيا هل عم تقدري تتنقلي بسهولة بين الدول يعني منعرف أنه الجواز السوري ما عم يحرك الواحد من هولانيك إلا بطلوع الروح هلأ بصراحة الموضوع معك حق فيه بس ممكن يكون إليك تسهيلات إذا أنت عم تشتغلي وعندك مثلا إقامة في دولة أوروبية هذا الشيء الوحيد يلي عم يقدر يساعدني بصراحة أنا قمت بكتير من التحريات والموضوع والأسئلة وهيك لحتى وصلت لمرحلة صار عندي يعني كتير معلومات بهالقصص مثلا مثل الاستخراج التأشيرات السياحية والفيز أو هيك لذرجة قررت أنه ممكن أنا أفتح مشروعي الخاص يلي هو مكتب سياحي الاستشارات السياحية والسفرات عسلا نساعد الناس يعني بهالموضوع هتبلشي فيه هلأ ولا ناطرة لاتكبر شوي مجموعة المتابعين طبعك تعرفي أنه فيه أرضية قوية تبلشي فيها لا إن شاء الله إن شاء الله حبلش فيه هلأ يعني لأنه يعني أكيد ما حاعتمد على على أنه لا أستنى لحتى أكبر أممكن ساعد الناس ممكن ساعد شخص أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة يعني ما أستنى ليكونوا مثلا خمس تلاف أو عشر تلاف يعني ممكن نحتن بس يعني من باب المساعدة للناس وكمان من باب تاني أنه أنا بلاقي شغلي خاص يعني الشي اللي بحبه أنا أشتغله هلأ أنت عم تقولي سألتي ودورتي وعرفتي كتير من المعلومات هل كان في إليك مساعدة من أي حدا أو دعم من أي حدا ولا خلاص أنت اعتمدت على نفسك بكل شي عم تعامليه وتحاولي أنك توصليله هلأ بصراحة الانترنت هو بوابة واسعة لكل شي يعني أي حدا ممكن يسعى لأي موضوع بحبه الانترنت متاح عليك كل شي موجود يعني أي شي بتحبوا توصلوله أو تعرفوا عنه موجود على الانترنت بس شوية بحث يعني أكيد يعني ما في أوسع من الانترنت خصوصي أنه في عالم بيسموه يعني جوجل أي شي بدك يا جوجله روح جوجل كذا تحسي العالم اختصر يعني كونه نحن العربة بنستخدم أكتر شي جوجل ما بنستخدم محركات بحث أخرى لكن بتشوفي عن جد العالم مو بس قرية صغيرة صار أصغر من قرية صغيرة وبتلاقي أي شي بدك يا طيب إذا قلنا أنه أنت بلشتي بمشروعك وانطلقتي فيه هل حتكون صفحتك والمتابعين يلي عندك مستفيدين من هذا الموضوع أو حتصفي بس مسألة أنك بتأدمي للعالم يلي بتجيكي للشركة يلي حتفتحيها لا أكيد أنا حكمل بالمحتوى تبعي حفرجي العالم أنه ممكن تسافروا هيك ممكن نعرض التكاليف ممكن فرجيهم الأماكن الحلوة حتى ممكن فرجيهم المغامرات أو التجارب اللي أنا عبعدي فيها يعني هاي الهدف من الحياة وفرجيهم أنه أنتوا ممكن تعملوا هيك بس يكون عندكم طموح أو يكون عندكم شوية حب للمغامرة أو للسفر بالإضافة للخدمات التانية اللي بتعتمد أنه على المكتب أو هيك شي هلأ اللي فهمتوا أنه أنت وراها فبتعرفوا بعض هلأ بستوديو اكتشفت وأنكن بتعرفوا بعض أكيد أعرفت على بعض أكيد يعني أكيد يعني أكيد يعني أكيد أكيد كيف طريقة التعارف حدا ضاف حدا حدا مشترك بينها تكون عرفكم على بعض أه تفضلي رهات لا تفضلي واحدة فيكم تتفضل رهات هلأ عن طريق رفقتنا رشا شفت ناسما وكتير حبيت المحتوى كمان رفقتكم سوشال نفس الشي أي طبعا بس بالإمارات رشال بيك نحن كمان حاولنا نتواصل مع رشا لكن اعتذرت كونه عندها شغل فتم تواصل كمان معاكم أنتم نحن طبعا تواصلنا مع مجموعة من الصبايا السوريات يلي اتجهوا باتجاه السوشال ميديا فلي قدرنا بالآخر أنه وقتا مناسب للوقت يلي نحن عم نشتغل فيه هن نرهف وكمان نسمى لكن وكمان كان في صبية تالتة حتكون موجودة معنا بالستوديو لكن صار معها مشكلة الصبح واعتذرت ما قدرت تجي على الاستوديو بمطلق الأحوال في حال طبعا سؤال هأخذ الإجابات وراء بعض في حال كان توجهكم للسوشال ميديا للحكي عن قضية معينة كيف حتوجهوا أنتو العالم يلي معكن هلأ مثلا في قضية هذا الشاب السوري يلي انقتل بلبنان طبعا نانسي عجرام اللي قتله زوج نانسي عجرام بتحبوا مثلا تدلوا بآراءكم بهذا الموضوع أو بتحبوا أنوا تظلوا بعيدين عن النقاشات سواء الاجتماعية السياسية الحياتية العامة بتظلوا على الشيء مثل ما قلت أنت بالبداية لايت مثلا الرهف هلأ أنا بالنسبة للمتابع يعرف شخصيتي أكتر يعرف مين الرهف يعرف الباكراوند أكتر بلش فوت بهيك نقاشات بس هلأ مبدئيا ما حتجيب أكتر من تعليقات أو الأخذ والرد الزايد هلأ ما عم فضل أحكي عن شي لأنه الواحد حتى لما بيتعاطف أو لما بيزعلى حدا أو لما يعني بتهمه قصة ممكن يتعاطف بمحيطه اللي هو عايش فيه مو ضروري أبدا هلأ إطلع على السوشال ميديا للأمام فكر طبعا أكيد يكون فيه إذا صار مشكلة أو صار فيه موضوع معين أني أحكي عليه بس لأكتر العالم تعرف مين الرهف نعم وأنت بالنسبة لك نسمة شو؟ أنا بالنسبة لي يعني بتعاطف معي موضوع كان إنسانيا يعني هذا أهم شي بيهمني حاليا هو الإنسان يعني ما يصير ظلم ما يصير أي جور بحق أي حدا يعني مع بنتدخل ما عم نحكي مثلا سياسيا أو اجتماعيا أنا عم بحكي إنسانيا أنا فعلا هالموضوع هذا كتير حساس وحاليا عم بتناقش كتير على السوشال ميديا بس لما يكون لنا صوت مسموع ممكن نحنا نناقش بهالموضوع على السوشال ميديا يعني أكيد أنا متعاطفة وأنا مع وأنا كذا بس لما بده يكون نحنا بحاجة صوت عالي يوصل يعني مثلا مثل نحنا مبتدئين حاليا نعتبر يعني ما فينا نحكي بهذه الموضوع طيب رأيكم الناس اللي على السوشال ميديا فعلا هي ناس مؤثرة أنا رأيي وبشدة كمان لأنه يعني السوشال ميديا عم بتقدم المحتوى سواء فيه محتويات إيجابية مية بالمية عم بتخلي الناس تستفيد فيه محتويات بصراحة هي محتويات يعني لا تشاهد ولكن من باب أنه المواطن العربي يعني عنده كتير كتير وقت عم بحب يضيع وقته بأي أشي وبصراحة فيه ناس عم بتنجح من ولا شي يعني بورة السوشال ميديا عم بتنجح من ولا شي من ولا محتوى بالنسبة لك انتيل أ Purdue نفس الشي نفس الشي التأثير عم يكون فيه تأثير سلبي وفيه تأثير إيجابي فيه تأثير سلبي وفيه تأثير إيجابي من شايفين الأطغع الثاني سلبي أم الإيجابي طبعا السلبي مع الأسف مع الأسف خاصة بمجتمعنا العربي يعني عم يكون التأثير السلبي أكتر بكتير يعني شوفي أنا بعرف مثلا صبايا عم يطابعوا حسابات للفاشن للديكور للفنانين للمؤثرات بالسوشال ميديا بالخليج مثلا لما عم يشوفوا جو الحياة اللي عايشينها هدول النساء وهدول الصبايا عم ينصعقوا انه نحن مو عايشين نحن شو هالعيشة اللي عايشينها بتحسي انه العالم كله بتصير تشوف مراضية هاي مسألة القناعة بالحياة عم تختفي عند العالم بالتدريج برأيك اذا كنت وصلت لمرحلة كتير عالية وصار عندك عدد متابعين كتير كبير وتخطيتي مثلا المليون على الاقل بتبلشي دخلي العالم بتفاصيل مثل هاي اللي عم يشوفها هلأ بي بدي إليك ياها ما حقول بذخ لكن الأوفرة برسم الحياة اما حضلي على شغلات مثلا يلي ممكن يقدر يعملها البسيط او الفقير وبيقدر يعملها الغني بنفس الوقت او بنفس الرحلة اللي بيطلعوها طبعا انا هلأ وبعدين ما فكر ابدا دخل العالم بأشياء كبيرة عن جد لأنه المتابعة كتير بيتأثر انا من هلأ بيصني رسائل انه انتي انا لما بنزل اكتر من اماكن اكتر من مكان مثلا باليوم فهدول مو شرط بقللهم انه هدول بنفس اليوم او بنفس الاسبوع هدول يعني حصيلت كم سنة انا صليت من سنين باستنبول فبيقولولي انه انتي كيف عايش يا الله حياتك كتير حلوة يا الله انه انتي انا عفكرة بيشتغل وبعمل بيتي وبروح حد عندي واجبات استماعية هي هاي الشغلات اللي ما بيشوفوها العالم فاحيانا ضروري كتير انه الواحد يطلع شوي ينقع السوشال ميديا انا هيك عملت هيك ساويت هيك كذا يطلع يورجي العالم انه هو مثل اي حدا عايش يعني في عنده هموم ومشاكل ويحكي فيها يعني ومع البساطة انا دائما لانه الشخص المتلقي هو دائما حتى لو كان شو ما كان بيحب البساطة بيحب الشيء البسيط اللي يدخل لقلبه ويأثر فيه يعني فبخصوص البزخ انا ضد وبشدة بالنسبة لك نسمك اونو حتكوني من الناس اللي حتأمن سفار او رحلات او كذا فبتفكري انه يكون خياري كمان لناس من الطبقة المتوسطة او الطبقة اللي قلمنا بشوي مثلا اللي ما بتقدر تدفع بالغ كبيرة مثلا لتقوم برحلة بداياها او توصل لمكان هي عم تحلم فعليا انها توصله هلا بداية ان رحلق عن موضوع انه البزخ بالتصوير والناس اللي عب تشاركها بحياتها اليومية وهدول القصص صراحة يعني الناس اللي عبينشروا عش سوشال ميزيا او اي شي عب تفرجي بس الجانب الايجابي من حياتهم يا جماعة هدول العالم تصدقوني عندهم مشاكل عندهم الف قصصة بس هنا عن جد دائما الغلط الوحيد انه عبينشروا بس الموضوع الايجابي بحياتهم عبينشروا في سفرات والطلعات والروحات والجيات هدول القصص الكتير اللي عب تخلي فعلا الناس انه ما ترضى بحياتها وتظل انه متذمرة بهذا الموضوع هذا الشي كتير غلط كتير غلط يا جماعة عن جد تصدقوا انه كل الناس عندها مشاكلة وعندها يعني الف قصة تعملها وشغلة تانية فعلا مثل ما سألتيني انتي عن موضوع انه التكاليف وهل انا حعلل يعني بس تكون يتوجهي لطبقة معينة بكيد الطبقة العادية هنا الناس اللي ممكن هي تسافر وتروح وتجي يعني انا دائما بشرح لهم انه عن جد يا جماعة بابسط التكاليف انتم ممكن تعملوا رحلة وتسافروا لأي مكان دائما في سؤال بيجيني انه انتي كصبية بأول عمرك انتي كيف قادرت تسافري وتروحي وتجي وتغطي مصارفك صدقني يا جماعة انا صدقني يا جماعة انا درست واشتغلت وتعبت على حالي انت شو دراستك انا درست لغة انجليزية ترجمة لغة انجليزية في جامعة ابلا بمدية ادلب حلو حقوق يعني العالم يلي بتابعتكن غالبا ما بتعرف انتو شو دارسين او شو بتشتغلوا لكن بيعرفوا الصور او الفيديوهات اللي بتنزلوها او الحكي اللي بتحكو من خلال السوشال ميديا لكن ما بيعرفوا انه في نساء عاملات على الارض وبعدين هذا الجنب الترفيهي الصغير اللي بتشوفوا انتو بصورة هو بيكون مقطع من الحياة وليس الحياة كلها بالتأكيد يعني ما في حدا مثلا بتجي المصاري هو قاعد الا في حال كان عنده تمويل فانا كنت حاسألكم اعتمدتوا على حدا ساعتكم بالبداية بصفحاتكم انه يموللكم الرحلات او بتبلشوا بهذا المنطلق او بلشتوا بجهدكم الخاص من خلال حركتكم داخل المناطق اللي انتو فيها حنبلش بيرهوف ومنسمع بعد دور نسمع لا ابدا كان شغلي هو الممويل للأماكن اللي كنت روحها بس انت جمعتي على مدى فترة طويلة وبعدين برلشت تنشري ايه وفي شي جديد وفي شي قديم طبعا طبعا اكيد ونسمع انت كيف كمان نفس الشي انا كمان اعتمدت على حالي بماديا كمان انا بشتغل تريبا باليوم عندي شي تريبا انتش تسسع ساعات عمل يعني اكيد اكيد مني قاعدة بس هيك وعب استنمع انه مثلا مثل ما حكايتي المصاري واحد تجي تعبت يعني او عبت عب حاليا حتى كمان اقدر يعني طور حالي اكتر طيب بدي نصيحة منكم انتو تنتين لأي صبية حابة تدخل لمجال او يعني لأي حدا بشكل عام حابة بيدخل لمجال السوشال ميديا شو هي الشغلات يلي بتحب وتنبهوهن منن انن يتلافوها مثلا او شو هي الشغلات اللي المفروضي برشو فيها حبلش عندك ولا عندنا سمع نسمة طيب حبلش بنسمة انا هم بتقشر لي اول شغلة اول نصيحة ممكن انا وجهها لأي صبية طبعا اذا عندها هي مجال حابة انه هي تطلع تعمل فيه اي شو او اي محتوى يكون يعني شي هي بتحبه شي بتحبه مو بس بغرض انه تقليد او انا ممكن مثلا اعمل مثل هاي او ممكن اعمل مثل هاي لا لا شي يكون نابع من جوادكم رح يكون هو الشي السادق عن جد وكمان منركز على فقرة انه الاوفرا يعني بلاها هي انه واحد يفرجي الشي السوبر واو وكذا وهيك بس هو تكون حياته كتير طبيعية وعادة يعني فرجوا المنيح وفرجوا العاطل احكوا الحلو واحكوا البشر يعني ما دائما حياتنا حلوة يعني عن جد نصيحة ونصيحة الاخيرة النفسية يا جماعة النفسية نفسية خليكم نتسميين خليكم مبسوطين وتعاملوا مع المتابعين تبعوتكم كأنه رفقاتكم او اخواتكم يعني ما في داعي للنفسيات بدني هايكلاتنا نفس يعني الناس وعالم وحبايل ايه بالنسبة لما سألت التعامل ذكرتيني بشغلة من فترة شفت صبيعي متعلقة على الانستجرام انه شاركت بمسابقة عند وحدة مشهورة وربحت ربحت وقتها موبايل او شي شغلة فتفجأت انه هاي المشهورة اعلنت وحطت للحساب وكذا وهي كيفت بعدين ما توصلت لا مو ما توصلت لقتها طريقتها بلوك انه مو يعني ما توصلت حطت لها بلوك يعني انه خلاص شهرت بالموضوع وانا ربحت وحدة وكذا وهي ونطنتها الموضوع راحت فانه هاي مو بصصرت شوفت حال كمان في يعني المصداقية والنفسية كمان لها دور كتير كبير بهالقصص طبعا او مثلا هدول جماعة انشر لي انشر لك او كذا او هاي بتلاقيها جمعت لشي مليون حدا بده ينشر حسابات وتجيها عالم من حسابات تانية وبتبلع على الموضوع وبتسكت تكون جمعت هيك ارقام وعالفاضي بعدين بتلاقي العالم كلها تنسلي شوي شوي لما بتشوف الموضوع خلبي وفي ناس ممكن ما بتنتبه يعني كمان فين ركز عن موضوع انه في ناس ممكن في ناس عندها مثلا اعداد كبيرة مثلا في ناس انا بعتكون عندهم مليون يعني مليون متابع بس صدقيني التفاعل عندهم صفر صفر حرفيا يعني ما عندهم مشاهدات ما عندهم تفاعل ما عندهم يعني تأثير بالوسط اللي هن موجودين فيه لذلك خلوا الموضوع يكون طبيعي لا تحاولوا مثلا تلحقوا المتابعات الوهمية خليكم طبيعيين خليكم مثل ما انتوا يلي بيحب يتابعنا مثل ما نحنا سهلا وسهلا فيهم اكيد وانت بالنسبة لك رهف شو رصيحة بالنسبة لقلي انه كمان يعملوا شي اللي هن بيحبوه اكيد ويكونوا على دراي كاملة انه هن بس يفتحوا هذا الحساب بابليك انه هو بيطلب كتير شغل وكتير وقت وكتير مصداقية حتى هن عن جد يأثروا بالمتابع ويخلوا المتابع يتفاعل معهم هو بالفعل انا وقت فتحت الصفحة ما تخيلت ابدا انه هي بدي وقت وبيدي جهد وبيدي تعطي من قلبك للعالم لحتى عن جد تصل هون هلأ تقدير شطر عندك عدد المتابعين 32 وهيك طبعا 32 ألف مو 32 شخص معرفت الرقم بس لا اكتر ولا اقل فبس هيك هذا اهم شي وعن جد انتم حاولوا قدر الامكاني اللي عنده هاي الثقة واللي عنده عن جد شي محتوى هي بتلاقي عن جد انه هي فيها تابدع فيه فقوهد هو شي ابدا موسهل بس فيه اي حدا يعملوا اكيد بدي تشكرك رهف وتشكر كمان نسمع على اول شي الحكي هذا الحلوية اللي سمعنا منكن حلو انه نسمع صلايا سوريات لساتكون باول عمركم صغار ومشاء الله منطلقات بهذا الانطلاق ومتحركين بهذا الوعي تجاه الشي اللي انتم بتكونين كل شكر إليك رهف جحة معنا بالستوديو شكرا نسي شكرا نسي شكرا نسي شكرا نسي يا أهلا وسهلا وكمان الشكر لنسمة نسمة حاج خلف إذا ما أنا مخربطة بالاسم كمان كنت ضيفتنا عبر سكايب لليوم بي نساء سوريا شكرا كتير لكم شكرا كتير يا أهلا وسهلا وكل شكر موصول كمان لكم مشاهدينا ومستمعينا بحلقتنا لليوم نلاقيكم الحلقة الجاية إن شاء الله اللقاء ما بتكمل الحياة من دون ما بعضنا نكمل دورة هي بالذات من ديمت و ما فينا نقلل من حقها تشارك تشور منظر حتى تساعد لي بينجأ لك كان لهم تنحارب في المعتقلين طالب تبقى حرة ويكون التعليم بينصيف ونكون معبرت الشهيد كل الحالات الاجتماعيين وعيونها في حلوة بتفيد تشارك 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 ت